بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهيشري سنواصل إذن شرح مقرر كيميو عضوية واحد ونمر إذن إلى الجزء الخامس من المحور السادس حيث سأتابع إذن شرح أهم التفاعلات كيميائية للألكينات ونمر إذن إلى تفاعل آخر وهو متمثل في تفاعل إضافة الـ HX على الرابطة الثنائية حيث سوف يتم إذن كسر الرابطة π هنا واستبدالها بروابط سيجما مع الهيدروجين والهالوجين وهذا التفاعل يتبع قاعدة ماركوفنيكوف ففي تفاعل إضافة الـ HX على الرابطة الثنائية يرتبط الهيدروجين مع الكاربون الذي يحمل أكثر هيدروجين لتشكيل كاربو كاتيون الأكثر استقرار فهذه القاعدة هي قاعدة ماركوفنيكوف نأخذ مثال هذا المركب الذي يحتوي على الرابطة الثنائية هنا كما نلاحظ أن هناك على الرابطة الثنائية أو الرابطة π توجد على كاربون يحمل من هنا عنصرين هيدروجين وهذا الكاربون الذي لا يحمل أي هيدروجين إذن حسب قاعدة ماركوفنيكوف فإن الهيدروجين الذي سوف يتم إضافته من خلال إضافة الهيدروجين إذن هذا الهيدروجين سوف يرتبط مع الكاربون الذي يحمل أكثر عدد هيدروجين فبالتالي إذن سيتم إضافته على هذا الكاربون ونتحصل بالتالي على كاربو كاتيون أو على شحنة موجبة تستقر على هذا الكاربون الذي إذن يحمل أقل عدد هيدروجين والذي يتميز بالاستقرارية سنقوم بشرح هذا التفاعل في الفيديو التالي إذن عملية إضافة البروتون كما تلاحظون هنا في المرحلة الأولى على الرابط الثنائية كما قلنا إذن حسب ماركوفنيكوف إضافة هذا البروتون سيتم على هذا الكاربون الذي يحمل أكبر عدد هيدروجين وذلك للحصول على كاربو كاتيون تتميز بأكثر استقرارية هنا إذن هذا الكاربو كاتيون سيتفاعل في المرحلة الثانية مع الكلور السالب المتأتي هنا من HCL ونتحصل بالتالي على أهليد الأكيل التالي ترجمة نانسي قنقر